اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلم وتسليما أهلا بكم حلقة جديدة من قلب جديد النهاردة وإحنا يعني على قرابة جدا من رمضان إن شاء الله وناس الله عز وجل أن يبلغنا رمضان يعني قبل ما نبدأ في الحلقات إن شاء الله من الحال الجاية عن استعداداتنا الرمضان وعن استقبله إزاي وإيه خطتنا وإزاي ندخل رمضان بقلب جديد والكلام ده النهاردة حابين نعمل فاصل كده بين المواضيع اللي إحنا طرحناها قبل كده في قلب جديد من مواضيع إيمانية وروحانية والمواضيع إن شاء الله بتاع رمضان فالنهاردة عايزين نتكلم على إحنا كلنا بنتمنى إن الإنسان يترك بصمة أول واحد مننا يسيب أثر في الحياة والحقيقة الموضوع ده هو النهاردة إحنا عايزين نحطه جوانا لأن البصمة أو الأثر اللي من نتركه في الحياة بيجي من البداية من القلب لو إحنا قدرنا نعمل النهاردة في عنوان حلقيتنا بصمة قلب لو قدرنا نضع البصمة دي جوة لبنا نزراحها فيها حتنبت بعد وقت أو حتنبت من دلوقتي أو من بعد كده ولكن في النهاية هيكون لنا أثر في الحياة وكمان أثر بعد الممات عشان الناس إن شاء الله يتذكرون بالخير بالعمل اللي عملناه بالعلم وهبالتالي يدعو لنا وربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا فالنهاردة في بصمة قلب حابين نطرح موضوع هو مثار آية من القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وآثارهم الأثر اللي الإنسان بيطرقه بياس عليه بصوا جماعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم له أثر ملموس ماينفعش واحد يكون بيحب ربنا سبحانه وتعالى ومالوش أثر ماينفعش واحد تكون بتحب ربنا سبحانه وتعالى وليس لها بصمة في الحياة ومالي بأميني لي بصمة من الذي يترك الأثر من الذي يترك العلم أو يترك الفكرة أو المشروع أو الجمعية الخيرية النهاردة بنجد أفكار جميلة جدا موجودة في حياتنا زي مستشفيات الأطفال 57 ومستشفيات السرطان عموما حط الفكرة من البداية ترك بصمة وأثر إلى ما لا نهاية النهاردة هيسم الدسوي أو غيره المخترع الصغير وغيره من الاختراعات من الأفكار والمهندس والصبري وغيره من المخترعين لهم أثر لهم بصمة عملوا حاجة إحنا كمان عايزين ندور على حاجة نعيش بيها والحاجة دي أنا مش في إيدي فنس يحري أقول لكم اعملوا دي فتسيبوا أثر في الحياة ويقول لكم بصمة في الدنيا وبعد الممات كمان لا أنا اللي أنا قدر أحمله مع حضراتكم إن إحنا نحفز بعض ونشجع بعض ونبدأ نتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكايات بعض الصحابة وبعض المفاهيم المهمة اللي تخلينا نقدر نفكر من دلوقتي إيه البصمة أو الأثر اللي أنا حسيبه علشان الناس تمشي وراي بعد كده علشان الناس تستفد منه علشان الناس تدعيلي علشان يكون علم ينتفع به علشان يكون ولد صالح ويندعو له وإحنا زي ما إحنا متفقين إن ليس الولد الصالح الذي يدعو للإنسان بعد موته هو اللي من الناس أو هو اللي من دمه ولحمه إطلاقا كل واحد انت علمته يشأد لك بهذا العلم وانت غيرت في حياته فدولت صالح بيدعو له وكمان يعني صدق جاريا وما أكثر العلم والأفكار اللي تعتبر صدقات جاريا على كل إنسان ترك هذه البصمة وسبب هذا الأثر الجميل النهاردة الشباب هو اللغز هو كلمة السر في الحياة مصطفى صادق الرفع كان بيقول أيها الشباب اعملوا فإن الشمس لا تملأ النهار في أوله كما تملأه في آخره الشمس تبقى طلع يعني زي في حيز الظهر كده واضحة جالية بينة كذلك فترة الشباب بعد كده لما يبدأ الإنسان يكبر في السن طبعا العزائم والهمم لا تكبر ولا تخرم ولكن بيبقى الصحة بقى ضعفة وبيبقى يعني البدا في بعض الأمراض فبالتالي بيكون النشاط قال فبالتالي فترة مهمة جدا فترة الشباب اللي احنا عايشين فيها فترة كل ما بيعد منها يوم كل ما بيعد منها سنة أو اتنين بتشعر بالندم إذا انت محكنتش أحسن من كده بتشعر بالحيرة طب أنا كنت عملت ده ولا كنت أخرت ولا أنا كده متأخر ولا أنا كده بدري كل ما بيعد منها وقت بتندم على كل وقت ما خدتش فيه كورسات تتعلم فيها ما تعلمتش فيه كلمة طيبة ما ما خدتش فيه خبرات تعيش بها الحياة ما صنعتش فيه صحبة قويست عينك وتساعدك ما قدرتش تترك في الفترة دي شيء قوي تستند عليه وتستعمله وتتحرك من خلاله وبالتالي النهاردة عايزين نقف مع نفسنا الوقفة دي والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا المفهوم وضحه لنا ببساطة شديدة جدا ان كل انسان حيسأل وهيحاسب وبالذات عن العمر ولكن عن الشباب هتتسئل عن عمرك كله ده مرة ولكن هتتسئل تاني عن شبابك وكأنك بتسأل عن شبابك مرتين مرة هو جزء من خلال العمر كله ومرة لوحده من خلال الفترة لوحدها الحديث ده لازم يقف قدام عينينا لازم يكون سبب في ان احنا ننتبه نصحى احنا بنعمل ايه وعايشين ازاي وبنرجع لمين وبناخد كلامنا من مين وبنتأثر ازاي وبنشارك في الحياة ازاي ولنا صوت ولنا بصمة ولنا تاريخ ولنا اثر وبالتالي هي معادلات لازم تتركب وبالتالي من جمال المعادلات دي ان انت لما تموت ما تموتش اعمالك معاك خلي اعمالك عايشة الانسان لما يموت واعماله تموت معاه خلاص ملاحش قيمة لما لما تبقى انت موت وكلنا هنموت وتترك اعمالك خلي اعمالك تشهد ليك خلي اعمالك حية من يراها من يقرأها من يسمحها يتعلم منها اللي يساب بعض المحاضرات اللي يساب بعض الكتب اللي يساب بعض المشاريع بعض الافكار بعض الانجازات بعض الاخلاق اللي علمها للناس بعض القيم والمبادئ كل دي امور تندرك تحت فكرة الاثر والبصمة اللي احنا نفسنا كلنا وبنيتنا من ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل لنا الاثر في النفوس وفي الحياة وفي الايام وفي الدنيا كي نتقابل مع الله عز وجل ونكافأ عليها يوم ان يجمع الناس ليوم اللي قريب فيه كمان عايز اقول ان فترة الشباب هي فترة مليانة شهوات مليانة فتن مليانة شبهات ولكن فيه شباب واخد باله وبيعمل ايه فيه بنات عارفين ان مش هنصحب مش هنصحب ولاد ليه اقل من امتي ان انا صاحب ولد هو مين اصلا هو عايز تجوزني يجي تقدم لي فانا معززة ومنكرمة لا اقلل من قدري ومن قيمتي مهما كان ولذلك بعض الشباب فيه شباب تاية مع بعض المجلات او السديهات اللي موجودة فيها اموره مش طيبة او المواقع الاباحية او غيره وربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة اللي ملوش يعني مجال كبير في الشهوات ويلا نعكس بنات ويلا نطلع نشرف شيشة ويلا لا الله عز وجل يحب هذا الانسان يحب هذا الشاب اللي هو وقف على مكانه اللي هو واخد باله اللي هو عارف ان من كثرة الفتن يأتي الابتلاء ربنا عز وجل يختبرك هتقع ولا هتكمل ايه هتعمل ايه طب الفتنة دي والبنت دي والموقع ده اختبار اما الانسان ينجح في هذا الاختبار او يسقط في هذا الاختبار ان هو لا يرقى ولا يرتقي ولا يكون مع الله عز وجل وبالتالي هي نقاط متركبة جنب بعض بصمة قلب لن يكون لك اثر وبصمة في حياتك الا لما تبدأ من قلبك يكون البصمة والاثر قلبك متشبع بيها واخد باله عقلك مقتنع وبالتالي تنطلق بعد كده الجوارح لان قلة وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلحة سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد وهي الايه وهي القلب فبالتالي هي دي البداية الحائية القلب له بصمة وهذه البصمة هي البداية الحائية ولذلك بقى لو جنة في بعض المعاني اللي اتكلمنا فيها قبل كده الايمان مواقرة في القلب وصدقه العمل تأتي البصمة من القلب ثم بعد ذلك تتحرك في كل الحياة وبالتالي في نمازي كتير جدا كانوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى ان يترك لهم الاثر والبصمة يعني مثلا للانبياء الانبياء كلهم لهم اثر وبصمة بلا استثناء ولكن تفاجأ ان في ادعية هؤلاء الانبياء رضوان الله عليهم ان هما بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى ان يترك لهم الاثر والبصمة يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يدعو الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين يا ربي جعل لي لسان صدق في الآخرين يعني إيه لسان صدق يعني الناس تتكلم عنه في الآخرين يعني الناس ليجوا بعده فربنا عز وجل جعل لسيدنا إبراهيم ذكر في القرآن وفي الصلاة في التشاهد وذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في كل عمل كلما نروح لمكة كلما ندخل الحرم المكي نتذكر سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل هو الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين فمطلوب من كل واحد مننا يدعى ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل له البصمة والأثر لمن يأتي بعده ويستمتع بالأثر ده في الدنيا الأول عشان يعيش حياة سعيدة حياة مطمئنة فيها راحة بال فيها علم فيها تقوى فيها إيمان فيها نجاح فيها طموع فيها سعادة فيها تحفيز كمان من أدعي سيدنا إبراهيم ربنا عز وجل استجاب له وقال وتركنا عليه في الآخرين خلاص لحد يوم القيامة الناس هتتكلم على ما فعله سيدنا إبراهيم كمان سيدنا نوح ربنا عز وجل قال عنه سبحانه وتعالى وجعلنا لهم لسان صدق علية جعلنا للأنبياء ومنهم سيدنا نوح لسان صدق علية يعني طيبة ذكر في الدنيا وفي الآخرة يأتي الكلام عليه سيدنا نوح وتعبوا مع قومه وينزل في القرآن صورة باسم سيدنا إبراهيم وينزل في القرآن صورة باسم سيدنا نوح عليه السلام وبالتالي كل دي أمور لازم تكون واضحة في حياتنا إن إحنا ندعى ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذا الأثر وهذه البصمة من بعض الصحابة اللي كان لهم أثر وبصمة في الكلام عنهم كان صحابي يسمى أبو دجانة سيدنا أبو دجانة في ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة من يأخذ هذا السيف مين يأخذ سيفي هيأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هيمسكه من المكان اللي كان يمسك به النبي هذا السيف ويتشرف بأن سيف النبي معه صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف فرفع بعض الصحابة أيديهم فقال من يأخذ هذا السيف بحقه مين يأخذ بحقه بتمنه فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله أنا أخذ السيف طب أنت عارف تمن السيف ده إيه تمن السيف ده أن تقاتل به أعداء الله تمن السيف ده أن أنت تقتل به أعداء ربنا سبحانه وتعالى فيأخذ أبو دجانة وكان يربط عصابة على يعني زي كده إشارة أو حاجة وكان يسمع عصابة الموت علشان لم يدخل غزوة أو قتال في سبيل الله يموت شهيدا كان يهيئ نفسه للموضوع ويقتل بسيف النبي صلى الله عليه وسلم ويمر الوقت ويكون هو سبب من أسباب قتل مسالم الكذاب الذي ادعى أنه نبي فأبو دجانة أخذ هذا السيف بحقه فكان له أثر وبصمة أن نجي المؤمنون بعد ذلك من فتنة مسالم الكذاب وفي وقتها أثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قوي وشجاع ويجعل قوة يعني ألبه وعينه وفكره أن تكون كلمة الله هي العليا مهما كان فأبو دجانة كان له هذا الأثر وهذه البصمة صاحب ظلال القرآن في ظلال القرآن الشهيد سيد قد رحمه الله وأنا نذكي على الله أحدا حينما جاء ليعدم كان يقول إنني لن أعتذر عن العمل مع الله ما أعدم بإيه المشكلة أنا مش أعتذر عن العمل مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول والسابقون السابقون أولئك المقربون السابقون الناس اللي سبقت أولئك المقربون ثلتهم من الأولين وقليل من الآخرين الناس سبعت ولينا بصمة ولها أثر ولذلك يحا بن معين في مرة من المرات جاء ذكر بعض الصحابة وبعض التابعين فقال إننا نتكلم عن أقوام علهم حطوا رحالهم في الجنة بنتكلم عن ناس حطوا رحالهم في الجنة خلاص عملوا اللي عليهم ويسابوا بصمتهم وأثرهم وهم الأنبي يتمتعوا بيها في الجنة فالأثر والبصمة لن ينتهي أبداً إحنا دورنا كيف نكون أصحاب أثر وبصمة في الحياة ما تستغربش إن سيدنا أسامة بن زايد يتولى جيش مش جيش عادي فيه مجموعة صغيرة نفيه أبو بقر وعمر وغيرهم وهو لسه 17 سنة سيدنا معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام أعلم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بكده أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ أعلم واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني المفتر رقم اثنين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل طب يا سيدنا معاذ إنت قعدت فترة إسلامك قد إيه؟ تقريبا ست سنين ست سنين تأخذ فيهم وتتعلم فيهم لدرجة تكون أعلم الأمة بالحلال والحرام ومش كده بس يموت سيدنا معاذ بن جبل في بعض الروايات 36 سنة وفي بعض الروايات الأقرب للصحيحة 33 سنة لسه شاب صغير لسه شاب صغير 33 سنة ولكنه أعلم الأمة بالحلال والحرام سيدنا معاذ بن جبل كان سبع من من إسلامه كان في ليلة العقبة اللي أسلم فيها 72 سيدنا معاذ بن جبل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ أنا بحبك فده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بحبه وبوضوح شديد سيدنا عبدالله بن سعود كان يقول كان معاذ بن جبل أمة قانطة لله معاذ بن جبل ده كان أمة الوحدة في علمه وفي بصمته وفي أثره النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله أرسله إلى اليمن ليفتح اليمن ويعلم أهل اليمن الإسلام زي ما أرسل أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير لأهل المدينة أرسل معاذ بن جبل لأهل اليمن وأهل اليمن كان من طبعتهم في الوقت ده الكلام الكثير والجدال ولكن كان معاذ قوي الحجة وحينما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إذا بلأهل اليمن فإنهم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله فإذا عرفوا الله أول حاجة أله لهم علمهم يعني ربنا سبحانه وتعالى من هو الرب ومن هو الإله من هو الرزاق والمهيمن والملك سبحانه وتعالى فإذا عرفوا الله لما يعرفوا ربنا كويس لما يفهموا يعني حلال وحرام لما يستوعبوا الإسلام وأخلاقه ومبادئه وقوانينه والتسليم لله سبحانه وتعالى فإذا عرفوا الله فأمرهم بالصلاة فأعلمهم في رواية تانية أن الله كتب عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات وخلاص بيبدأ يتكلمهم على فرض الصلاة وعلى القرآن وعلى الصيام ويبدأ يتكلم معهم فيما بعد ذلك فلذلك كان معاذ بن جبل له أثر وله بصمة مع أهل اليمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ بن جبل حبي يسأله فقال يا معاذ بما تحكم لما تروح لليمن وانت هتولى عليهم بعد كده هتحكم فيهم بايه فقال يا رسول الله أحكم فيهم بالقرآن هحكم فيهم بالقرآن قال ثم قال أحكم فيهم بالقرآن ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هقول الآية والحديث فنبس صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد طب في أمر جديد مش تحدث يعني فتوى فانت حتى استنبت الحكم من هذه الفتوى إزاي انت خلاص خطب القرآن والسنة جالك سؤال يعني الناس بتستفتيك في شيء ممكن يكون من طبيعة العيشة هناك أو من طبيعة بعض الاعادات عندهم فقال يا رسول الله أخذ برأيي ولا ألوي فيه خلاص أعود كده فكر بين القرآن وبين السنة ماذا هو الرأي الصحيح ولا ألوي فيه خلاص مهما كان هذا هو الأمر يبقى أنا خدت بالفتوى أو بالرأي الشرع السليم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا معاذ رسول رسول الله لليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اليرموك يعني كان هو قائد الميمنة فهو في القتال موجود في أحد المرات كان يعني سيدنا معاذ بن جبل معاه سيدنا أبو موسى الأشعري سيدنا موسى الأشعري وسيدنا معاذ كانوا الاتنين مع بعض فحيباتوا مع بعض ولكن واحد هينام نص الليل الأول وواحد هينام نص الليل التاني في نوبة من نوبات الحراسة على الجيش فسيدنا أبو موسى الأشعاري بيقول لسيدنا معاذ تنام نص الليل الأول ولا نص الليل الآخر فسيدنا معاذ قال له أنا هنام نص الليل الأول واسح نص الليل الآخر فسيدنا أبو موسى الأشعاري قال له طيب برحتك بس نص الليل الأول فيه ميزة ان انت لو حبيت تكمل صلاة فمعاك وقت انما نص الليل الأخير بيكون أصير شوية فسيدنا معاذ بن جبل علمنا درس من المعنى ده وقال يا أبا موسى إنني أحتسب نوماتي من هنعمل أول بعد نصحة أصلي إنني أحتسب نوماتي مثل قوماتي أنا بحتسب نومتي زي أمتي إنني أحتسب نوماتي مثل قوماتي فبيعلمنا درس من دروس كيف تضع النية ويحسبك الله عز وجل عليها فعشان كده كمان من النهاردة عشان يسيب بصمة وأثر في هذه الحياة كل واحد وكل واحدة بيسمعونا بعدما يصالوا على النبي صلى الله عليه وسلم يضعوا في نيتهم هيسيبوا إيه وإيه الأثر اللي هيسيبوه وإيه الفكرة اللي هيطرقوها هل أنا ممكن أكتب أعلم كتاب وأعلم فيه الناس قيم هل أنا ممكن أعمل فكرة هل أنا ممكن أطرح المشروع هل أنا ممكن يبقى إذن أنا محتاج إن أنا أشوف أنا هعمل إيه وهوصل لإيه وهنجح إزاي وهوصل إزاي وخلي بالكم أنا لا أقصد بفكرة إن أنت تترك أثر أو بصمة فقط إن أنت تعلم واحد بعض الآيات من القرآن أو تعلمه الصلاة وبس أبدا أنا بتكلم على كل ما يعني كلمة بصمة وأثر فكرة مشروع دورة تدريبية تعليف كتاب شعر هادف عمل أكاديمية أو شركة أو مشروع تاكل منها بالحلال وتعلم الناس وتفيد غيرك كل هذه الأمور هي بصمة وأثر في الحياة طيب كمان من ضمن الأمور سيدنا معاذ بن الجبل لما جالوا الموت بقى حيموت فقال حبيب جاء بعد فاقة حبيب جاء بعد فاقة أنا كان نفسي فعلا أبو ربنا سبحانه وتعالى فيترك سيدنا معاذ بن جبل الدنيا وهو عمره 33 سنة في أصح روايات وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بس بصمته وأثره قد إيه طب كمان نموذج من اللي طرقوا أثر وبصمة في الحياة سيدنا زيد بن ثابت سيدنا زيد بن ثابت أي واحد النهاردة بيقرأ القرآن أي حد بيقرأ القرآن النهاردة بياخد من الثواب سيدنا زيد بن ثابت لأن سيد زيد بن ثابت من وكل بجمع القرآن كان من الناس اللي جمعت القرآن فسيدنا زيد بن ثابت له أثر وله بصمة في جمع القرآن فكل واحد بيرى آية بيرى حزب أو جزء بيرى هذا المصحف الشريف وهذا القرآن الكريم لا ينسى زيد بن ثابت الذي كان سببا في جمع القرآن الكريم سيدنا زيد بن ثابت أسلم هو عنده 11 سنة في غزوة بدر كان من كلامه المشهور حينما اشترك في الغزوة جعلت في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الكلام المشهور جدا في غزوة بدر كلام سيدنا زيد بن ثابت حينما كان يقول جعلت في ذاك يا رسول الله وكان كثير من الصحابة يرددوها بعد أن قالها سيدنا زيد بن ثابت جعلت في ذاك يا رسول الله طب إيه كمان سيدنا زيد بن ثابت كان من الشباب اللي كان يعني أهلهم لهم دور في تربيتهم فكان أمه زكية جدا ودته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله زايد بن ثابت بيحفظ قويس فاستغله ولذلك مع الوقت كان زايد بن ثابت من حفظة هذا الكتاب الكريم القرآن الكريم وكان من الناس اللي جمعت هذا الكلام وبالتالي كل أم النهاردة لها دور وخلي بالك يا أمي دي البصمة والأثر اللي سبتيه في أولادك ان تشوفي إمكانياتهم موهبتهم قدراتهم عاملة ازاي وتشجعيهم عليها وتفيدوهم وتفيدي أولادك بيها وبالتالي زايد بن ثابت كان ثمرة وكان بصمة وآثر لأمه ثم بعد ذلك ترك أثر وبصمة مما لا شك فيه يعني وجود المصاحف في بيوتنا في كتاب واحد ايه كمان لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخدم زايد بن ثابت علشان يبدأ يتعلم لغة اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد من يخاطب اليهود بلغتهم هيرسيروا بقى يتعلم فالنبي أحب أن يختبروا يعني يشوف فعلا وبيحفظ كويس نجعنا لكم تاني في بصمة قلب كنا بنتكلم على زايد بن ثابت وبصماته اللي سابها في الحياة قلنا باختصار أنه هو من الناس أو من الشباب اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهم في حفظ القرآن فكان المرجع الأول للقرآن ثم استعان بي في تعلم اللغة اليهودية فتعلمها ثم استعان به النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم اللغة السريانية فتعلمها في أقل من 17 يوم ثم كان له يعني مواقف كثيرة جدا وعلى رأسها أنه هو يوم موقف بيسمى بيوم الثقيفة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف كان شديد الأهمية بعض المسلمين من الأنصار وبعض المسلمين من المهاجرين خرجوا من يكون خليفتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم قال أن يكون من المهاجرين وبعضهم قال فلان أن يكون من الأنصار في بعضهم سمى سمى بعض الصحابة يعني قال فلان وفلان فبعض المهاجرين قالوا حد من المهاجرين بعض الأنصار قالوا حد من الأنصار وكان هذا الموقف موقف شديد الأهمية وخطير جدا وفي نفس الوقت كان الموقف له حساسية خاصة هل يتكلم سيدنا عمر هل يتكلم سيدنا أبو بكر أنه كان له حساسية واضحة فتدخل زيد بن ثابت وقال إننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال أن من يكون أن من يكون بعده فهو أبو بكر إلا هيكون بعد النبي خليفة كان أبو بكر فتراضى الناس عن ذلك خلاص سمعوا الكلام فكان موقف من المواقف المشهودة لسيدنا زيد بن ثابت وهو كان موقف مهم جدا وبالتالي بعد ذلك قال فجزاهم الله خيرا خلاص الناس وافت فلازم يعني نتجاوب معهم بعد كده طبعا حروب الردة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وقتل فيها كثيرين من حفظة القرآن ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب وفكر في فكرة جمع القرآن في مصحف واحد فكان صاحب الفكرة زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ولكن جمعة واكتمل تماما في عهد سيدنا عثمان ابن عفان وقت ما كلف زايد بن ثابت بكتابة القرآن الكريم وبجمعه قال وقتها والله لو حملت جبالا يعني لو أنا الناس كده حطت فوق جبال أشيلها لكان أهون عندي من جمع كلام الله لأن المسؤولية كانت ضخمة وكبيرة وفي نفس الوقت الموضوع ما فيه غلطة وطبعا كان يراجع هذا القرآن لأنه بالتواطر ولكن كان وقتها مهمة شديدة الصعوبة ومهمة يعني في منتهى الخطورة وكان يقول ذلك لو كلفوني بحملة أثقالا من الجبال لكان عندي أهون من جمع كلام الله خوفا يعني من عظم المهمة وعظم المسؤولية ولكن ربنا عز وجل أعانو وده مثال مهما كانت المهمة صعبة وشديدة وقوية وعظيمة فتذكر أن الله عز وجل معك الله عز وجل وليك الله عز وجل لن يتركك الله عز وجل سوف يهيئ لك الأسباب إذا كنت صادقا في النية إذا كنت مخلصا فيها إذا أخذت بكامل الأسباب وتوافق اللي أنت بتسعى لي التوافق مع إمكانياتك ومهاراتك مع الإمكانيات اللي ربنا عز وجل وضحها جواك وخلاك تعيش بيها وتستمتع بحياتك بيها طيب طبعا بعد وفاته يعني ترجمان للقرآن كان سيدنا عبدالله عباس ولكن كانوا يقولون في وقتها لقد مات حبر الأمة واحد مهم جدا كان يعني وقت أن مات زيد بن ثابت كانوا يقولون عنه ذلك ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان من ضمن كلامه الشهير يقول من أراد أن يتكلم عن القرآن فليسمع لزيد يرجع لزيد بن ثابت ومن أراد أن يتعلم الفقهة فليكن مع معاذ بن جبل ومن أراد المال فليذهب إلى عمر لو عايز فلوس بقى ييجي نشوف ممكن نتحسب إزاي ده من ضمن الصحابة اللي كان لهم أثر وبصمة يعني في تاريخ الإسلام كله مش هننسى كمان الأرقم من قبل الأرقم اللي كان عنده 17 سنة وكان يصطديف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان عنده 30 سنة وقت الهجرة ثم توفى وهو عنده 82 سنة فالأرقم يعني كلمة الدار الأرقم دي من الدروس اللي خدناها زمان قوي وإحنا لسه صغيرين ولكن كلمة دار الأرقم تحس إن انت نفسك تدخل البيت ده وتشوف بداية الدعوة السرية وكيف كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت شاب لسه 16-17 سنة وربما يفتج به قومه واللي عرفوا عنه حاجة لأنه كان من قوم أبو جهل تحديدا من القبيلة بتاعته ولكن يعني يريد الأرقم ابن أبو الأرقم طيب الله عنه وأرضاه أن يكون صاحب بصمة وصاحب دعوة وصاحب أثر في الدنيا وكمان إن شاء الله يكون في الآخرة كمان من أصحاب البصمات اللي أنا حابب أتكلم عنهم شوية هو سيدنا أسامة بن زيد سيدنا أسامة بن زيد كان وقت إسلامه يعني كان عنده ما يقارب 12-13 سنة على مبلغ يعني نضج وفاهم هذا الإسلام لما الصحابة كانوا يحبوا يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبوا يتحدثوا مع أسامة بن زيد يعني لما كانوا يحبوا يتكلموا مع النبي كانوا يرجعوا لأسامة بن زيد يمكن الوقعة المشهورة جدا لما سرقت امرأة من بني مخزوم وأراد يعني خلاص هيقطع يدها ويقام عليها الحد فكلموا أسامة بن زيد في هذا الأمر وذهب يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحينها غضب النبي غضبا شديدا وقال والله لو فاطمة بنت محمد صرقت لقطع محمد يدها هذا شفعونا في حد من حدود الله فطبعا هذا كان من المواقف المشهورة عن سيدنا أسامة بن زيد كمان ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد إنه ياخد رأيه رأيه هو وسيدنا علي بن أبي طالب في حادثة الإفك تحديدا يستأمنهم على الفكرة والنبي يفكر إزاي وياخد رأيهم فكان أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما طب يا رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في أسامة الشاب الصغير عقلا راجحا وليس في حزب ما هو اللي تولى الجيش وعنده 17-18 سنة وكان هذا الجيش يحمل أبو بكر وعمر وغيرهم من قبار المسلمين وقادة المسلمين في وقتها ولكن سيدنا أسامة بن زيد كان ناضجا قويا كان له أصل كان له بصمة كان شجاعا كان يقدر المواقف كان يفهم ما يفعل وبالتالي ده من أثر سيدنا أسامة بن زيد وتولى الجيش عشان يقاتل الروم في معركة شديدة جدا وعظيمة جدا وكان يقود الروم في وقتها هرقل المشهور جدا طبعا بقوة جيشه وكان ده يعني كانت رسالة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل الصحابة كمان يعني من ضمن إمكانيات سيدنا أسامة بن زيد قوته في مواجهة الجيش قوته في التوجيه قوته في التخطيط كان مميز بها إلى أن توفيها في سنة 54 هجرية من ضمن كمان الشباب الصغير وكل من الشباب الصغير أقصد بقى الصغر السن إنما المقام كان كبير كان سيدنا عمير عمير بن أبي وقاص أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعد يعني فاتح القادسية والصحاب الجليل ولكن عمير بن أبي وقاص أخوه فطلب أخوه هو لسه صغير في سن 12 سنة أن يشارك في الغزوات يشارك في القتال في سبيل الله فحينما يعني زع البقى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى به يعني لسه صغير مش باين ولكن سيدنا سعد من أبي وقاص يقول والله كنت أعد له حمائل فرسه منذ أن كان صغيرا ده أنا كنت بعلمه وبدربه وهو كان لسه صغير كيف يحمل السيف ويدافع ويقاتل كي يكون سببا في أن ترفع كلمة الله عز وجل دول أصحاب صمات أنا تعمد أجيب بعض المواقف لشباب صغير من خيرة شباب هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم على الإطلاق ونسأل الله عز وجل أن نحشر معهم في الجنة عشان هما يحكلنا بنفسهم علشان مهما كانت الصعوبات نعرف أن فيه رب سبحانه وتعالى يعين ويساعد نعلم أن الله عز وجل إذا أخذت بكامل الأسباب لن يتركك ولن يهملك صدق نية إخلاص في العمل قوة أخذ بالأسباب وضع المهارات في نطاقها في موضعها التعلم التدرب لكل كثر وبصمة يمكن أنا علقت على بعض المواقف اللي كان فيها بعض المواقف اللي كان فيها قتال وقوة أنا مش طالب منك تمسك السيف النهاردة وتطلع تموت أنا بطلب منك فكر تفيد الأمة دي إزاي قد يكون بكلمة بفكرة بمشروع والأمة برضو لو احتاجتك في علاء كلمة الله عز وجل وفي حرب ضد يهود ولا غيره يكون أنت ليه قوتك وليه قمتك المؤمن القوي خير وحب والله من المضاعي لازم الشباب كمان ما يكونش بقى جسمه مليانه واتخينه ومش قادر يجري وبين حق لما يطلع السلم لازم يكون عندك لياقة لازم يكون عندك مرونة لازم يكون عندك تكون شاب كده يفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفه في الأخرة تكون شاب كما كان عليه أبو بكر وعمر وخالد وأسامة ومصعب ومعاذ وغيرهم إنما الشاب النهاض اللي قاعد وقت فراغه طول اليوم يأكل ومش قادر يتحرك وبين حق وهو بيفكر حتى لا الأمة غالية أوي وكمان أخواتنا والبنات اللي لهم أثر ولهم بصمات سيدنا يعني السيدة أسماء بنت زايد في اليرموك في غزوة مشهورة في غزوة اليرموك قتل التسعة حينما أرادوا أن يذهبوا إلى هناك يعني أنهم يعتدوا عليهم أتلتهم بخيمة بعمود الخيمة اللي كانوا فيها وده يدلع لأن النساء يعني كانوا أقوياء كانوا يعني يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم فبالتالي النهاردة الأمة دي غالية أوي والأمة دي محتاجة كل المجهودات اللي توظف اللي تتوجه أنها تقود وتبني وتعمر وتتعلم وتدرب وتستقف يترك أثر وبصمة واضحة لو احنا فكرنا الناس اللي قابلنا بسنين وماتوا نفتكر منهم كام ونفتكرهم ليه حال هنفتكرهم أنهم كانوا مصدر بس بيأكلونا وشربونا أبدا هنفتكرهم عشان علمونا هنفتكرهم علشان بيفكرونا بأمور هنفتكرهم عشان عايشين في خيرهم من فكرة حسن بن الهيثم في البصريات ابن سينة في الطب الخوارزم في الرياضيات نيوتن القوانين الجاذبية والنظرات النسبية وغيرها إيديسون اللمبات والنور وغيرهم يبا إذا إحنا محتاجين نترك بصمة وأثر لنت يرتفع شأن هذه الأمة إلا بترك الأثر والبصمة بقوة العلم بقوة الإرادة بقوة التحمل إنما لو إحنا عشنا وفقط من أجل إن إحنا يعني بناكل ونشرب ونموت وخلاص لا اللي هما دي غالية وربنا عز وجل علمنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل عملوا الصالحات مش الحسنات لأن من الصالحات أعمال الخير أعمال البر العلم كلما الإنسان يزداد علم كلما قنته تعلم كلما يقوى كل واحد النهاردة عنده نقص في بعض الجوانب في حياته يبدأ يدور أتعلمها إزاي النهاردة مجالات التدريب والقرصات والتنمية والذاتية وغيرها أمور مهمة جدا في الحياة ابدأ يعرف طور مهراتك إزاي وتعليها إزاي وتوصلها إزاي كل دي أمور في منتهى الأهمية اللي محتاجين كل واحد مننا يقف عندها وقفة علشان يشوف الحياة هتمشي إزاي هسيب بصمة إزاي هترك أثر إزاي وبالتالي هعيد الآن اللي أنا قلتها في الأول إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدمه وآثارهم فالأثر مكتوب وإحنا عايزين نحققه عايزين نستعمله علشان كده كان من دوعي الصالحين حينما يدعونا لأحد كانوا يقولون اللهم اجعل فيه الأثر ربنا يجعل فيك الأثر اللي ينفع الناس اللي الناس لما تشوف الأثر ده تهتدي بعد ضلال ترشد بعد ضياع ترى بعد فترة عدم إبصار تتقوى بعد ضعف تقف بعد كسل وسكون تفيق بعد غفلة وكبوة تستطيع أن تترك قوة وفكرة بعد أن كانت في نطاق أو في تعداد الكسالة أو الموتى وأن كانوا أحياء في الدنيا وبالتالي كل واحد من النهار ده ودي وصيتنا لأنه نحن خلصتنا الحلقة وصيتنا قبل ما أختم كلمة كل واحد ويدور على رضا ربنا سبحانه وتعالى اطلع من الدائرة المغلقة بتاعتك اللي أنت مشغول بيها في نفسك بس وحاول تطلع للدائرة اللي جنبك دائرة المجتمع والناس كن صاحب عطاء وفكرة وبصمة وصيتنا اطلع من دائرتك لدائرة الناس لدائرة الحياة دور على البصمة والأثر اللي هتسيبه وانت عايش لأن محدش ضامن الموت بيجي إمبا علشان الناس لما تتذكرك به تدعيلك وسوابك ينكتب حتى يوم الدين فلا تجعل حسناتك تموت بموتك ولا تحكم على حياتك بالنهاية حينما تترك ظهر الأرض وتكن في باطلها خليليك أصمر وخليليك بصمة وتذكروا دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويقره سف سيافها هشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من قلب جديد وكل سلامة طيبين وما تنسوش اللهم بلغنا رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن قلب القلوب قلبي إلى الكبير فلا تدعى قلبي عن هوا كبير ياه قلبي ترجمة نانسي قنقر